سبع سنوات مرت على آخر أزمة اقتصادية والتي دفع ثمنها الكثير السيناريو يعيد نفسه انهيار في بورصة الصين وبعدها تتوالى الأحداث محللون وخبراء اقتصاديون أعربوا عن قلقهم من حدوث كارثة أخرى اليوم الدينار عزيز غير لما أنت يعني لو توفر اليوم أفضل لك أنك أنت تروح تصرفها لأن القادم الله أعلم شنو اللي رح يصير والدولة اليوم غير قادرة على أنها تنوع مصادر تدخل وبالتالي دعونا نتكلم على الأقل على جانب الإنفاق ونقول نحن معكم يا الدولة أنتوا تعدلون الجانب الإنفاقي بحيث أن توازنون ميزانيتنا بحيث أننا لا نخاف على الأجيال القادمة لا نخاف على المحفظة السيادية ما لtaم نستثمر بالأسواق المالية العالمية و الأسواق المالية العالمية يدد أن نراجع معناتها أيضا أموالنا في المحفظة السيادية مهددة وبالتالي Solidarno نحن نواجه مشكلة كبيرة جدا فهذا الخطر موجود البطالة وعدم توفير الأيدي العاملة في القطاع الصناعي يشكل سببا رئيسيا في حدوث مثل هذه الأزمات عملية ليس فقط تراجع وليس أزمة هناك ركود وما بعد الركود هناك أيضا كساد الركود نسبة بطالة تصل إلى 10% على مستوى العالم هو متوسط أجمالي لحالات الركود بينما الكساد أن تصل نسبة البطالة إلى 20% وهو ما حصل في أمريكا في ذاك الوقت إذا نتذكر غريبا يعني عام 2007 كان هناك بالبداية انهيار الأسواق الأسهم الصينية كما حدث قبل 3-4 أشهر ثم بعد ذلك أزمة الرهن العقاري في أمريكا في منتصف 2008 ثم بعد ذلك تراجعت الأسواق لمدة تقريبا 8 أشهر مستمرة في التراجع وبنزلاغات مشابه لما يحصل الآن توقعات بحدوث أزمة اقتصادية حيث أن الرؤية بدت تتضح للبعض من المحللين والمراقبين والسبب يرجع إلى الانهيار الغير مسبوق في مؤشرات أسواق المال للدول الكبرى ترجمة نانسي قنقر